بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله معاشر المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله الصفح الجميل قد يواجه الإنسان الحرمان بالعطاء وقد يواجه الجهل بالحلم ويواجه الظلم بالصفحي وبالصفحي الجميل مشاهد متناقضة هناك أناس يخططون لظلم غيرهم هناك أناس يتفننون في صناعة الأتعاب لغيرهم في جميع مناحي الحياة وهناك أناس آخرون يجتهدون في مواجهة هذه السلوكات بسلوكات مخالفة ولكنها جميلة هؤلاء يهتدون بهدي القرآن يهتدون بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما نقرأ سيرة النبيين والمرسلين مما نستنبطه من سيرتهم أنهم كانوا يواجهون العداءات والاعتداءات وألوانا من الظلم بالصبر الجميل والنفس الطويل والصفح الجميل شيخ الأنبياء نوح كما يحكي القرآن فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وقد مكنه الله من أولئك المشركين الذين أخرجوه من أحب بلد من أحب أرض إلى قلبه ويمكن مكرمة ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخواته ذكر الآية 93 من صورة يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقا إذن هكذا كان يفعل الأنبياء وهكذا كان يفعل الصالحون ومما نقل عن أحد الصالحين قال كونوا كالشجر ترمى بالحجر وتعطيهم أشهى الثمر كثيرا ما ترمى الأشجار بالأحجار ولكن الأشجار تظل وفية معطاءة كونوا كالشجر ترمى بالحجر وتعطي أولئك الذين يرمونها بالحجر وتعطيهم أشهى الثمر صحيح أن الأمر ليس هينا أن يواجه الإنسان الجهل بالحلم وأن يواجه الحرمان بالعطاء وأن يواجه الظلم بالصفحي ولكن من كان يسترشد بهدي القرآن لا شك أنه يجتهد في مقاومة مشاعره فيتحمل ويصبر تحصينا للأجر الموعود ربنا قال مثلا في صورة النور الآية 22 وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ بدأت هذه الآية بالدعوة إلى العفو بالأمر بالعفو بالإرشاد إلى العفو وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وبعدين قال أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ لا شك أن جميع العباد يرجون مغفرة الله عز وجل أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وما قال ربنا عز وجل في صورة الشورى في الآية رقم 40 وتأكد ذلك في الآية 43 إلى أن قال الله عز وجل إن ذلك من عزم الأمور إن ذلك لمن عزم الأمور جاء بلم التوكيد حينما أرشد الناس إلى تمثل خلق الصبر والصفح والعفو والعفو يراد به إزالة الأثر وعدم حمل الأحقاد لا شك أن خلق الصفح الجميل الذي لا يتبعه عتاب لأن الإنسان قد يسامح شخصا معينا ظالما له ولكن في لحظة من اللحظات يذكره بما فعل كأن يقول له قبل سنوات صدر منك كذا وكذا وكذا فهذا ليس صفحا جميلا هذا ليس عفوا وربما يبني مواقف عدائية وهو يتذكر ما اقترفه الظالم له من أفعال ولكن الذي يصفح يعني يطهر قلبه من الأحقاد يطهر نفسه من الضغاء فيصفح ويعفو وهو قادر على ذلك ويكون قادر والعفو عند المقدرة أرقى خلق الرجال وأرقى خصال الناس ربنا قال في صورة العمران في الآيتين 133-134 سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين هنا تنتهي الآية 133 وتبدأ الآية 134 الذين ينفقون من يستحق هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض قال ربنا عز وجل الذين ينفقون في الصراء والضراء ينفقون ينفقون مما أتهم الله عز وجل وقد يتصدقوا ويتبرعوا المظلم للظالم استمالة لقلبه يحسن إليه ويكون ذلك سببا في استمالة قلبه وقد قال الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم ولا طالما استعبد الإنسان إحسانه ربنا يقول الذين ينفقون في الصراء والضراء والكاظمين الغيظ هنا بيت القصيد والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس هؤلاء الذين يعفون عن الظالمين ويصفحون عنهم الصفحة الجميل والعافين عن الناس والمراد بالعفو إزالة الأثر ثم ربنا قال ختم هذه الآية 134 من العمران والله يحب المحسنين من أردى الارتقاء في مدارج الكمال البشري فعليه بهذا التدرج كظم الغيظ درجة محترمة والعفو عن الناس درجة أرقى وأرقى الدرجات الإحسان إلى الظالم وهذه الدرجة لا ينالها إلا أرباب العزمات وإن ذلك لمن عزم الأمور كما قال الله في صورة الشورى الأيث 134 وأكد ذلك شاعر الحكم المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائم خلق الصفح له أثر جميل في حياة الناس يطهر القلوب يطهر النفوس يحافظ على النسيج الاجتماعي يضع حدا للمنازعات والخلافات التي تقع بين الناس ويجعل الناس يعيشون في تناغم وفي انسجام دائم وذلك ما كنا نبغي فالحياة لا معنى لها في ظل الصراعات والنزاعات والأحقاد والضغائن نسأل الله أن يطهر أفئدتنا من جميع المكرهات ومن جميع الضغائن وما ذلك على الله بعزيز اللهم أمين يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر